بدأت جامعة المنصورة في تنفيذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا والتي تستهدف 160 ألف طالب من القدامة بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف طالب من الطلاب الجدد وأيضا العاملين بمختلف القطعات وذلك بعيادات الكليات بالجامعة والبالغ عددها 18 كلية تلمزين من المتابع حول آخر تطورات عمليات التطعيم للطلاب والعاملين ننضم إلينا من ذكر جامعة المنصورة مراسل دي أمسي مصطفى سعد مصطفى أرحب بك وأسألك عن التفاصيل التي شهدتها لديك نعم إمام بالفعل نحن الآن متواجدون في إحدى نقاط التطعيم أو التلقيح لطلاب وعاملين جامعة المنصورة سمانية أو واحد وعشرين قرابة واحد وعشرين نقطة تطعيم وتلقيح على مستوى الجامعة يقوم هذه أو تقوم هذه النقاب بعمليات التطعيم والتلقيح ضد فيروس كورونا قرابة واحد وعشرين ألف من الطلاب والعملين تم تلقيحهم وتطعيمهم ضد فيروس كورونا لكن هناك تفاصيل أخرى سنتعرف عليها من خلال رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباصل الدكتور بعد التحية لو تطلعنا أكثر عن بعض التفاصيل الخاصة بعمليات التطعيم والتلقيح ضد فيروس كورونا للطلاب والعملين وهذه العملية التنظيمية التي تتم على أكمل وجه داخل هذه الجامعة الحقيقة يعني تطعيم الطلاب بدأ يوم السبت اللي فات وده يعتبر مرحلة تلتة في عمليات التطعيم داخل جامعة المنصورة بدأنا بحوالي 7 أو 8 شهر الأطكم الطبية ثم بعد كده تم العاملين وعضاء التدريس من الأطكم غير الطبية ثم بدأت الطلاب نعمل لهم يوم السبت اللي فات الحقيقة احنا احنا اتعملت خطة جيدة جداً لتطعيم الطلاب الخطة دي اساساً تم اعتمادها في المجلس العالي احنا قسمنا الطلاب لمجموعتين طلاب قدامة وطلاب اللي هما هيجوا اللي المستجدين اللي هما جايين سنة أولى السنة دي الطلاب المستجدين تعمل الاتفاق ان احنا هنطعم الولاد ساعة ما ييجوا مع الكشف الطبي انتعرف اي طالب مستجد لازم ييجي يعمل كشف الطبي فهو يعمل كشف الطبي هيأخذ اللقاح بتاعه بالنسبة للطلاب الكدامى احنا عندنا 18 وحدة خاصة بالطلاب في كل كلية فيها وحدة خاصة بالتطعيم هذه الوحدة اساساً انه كل كلية بتيجي تعمل جدول بتنزل فيه اسامي كنا في اليوم بنزل في كلية الاول 300 طالب ثم بدأنا نزودها من يوم الثلاث خلناها 400 و 500 طالب بنزل الجداول الجداول دي بيبقى فيه اسامي الطالب اللي المفروض تيجي الطالب بيخش قبلها بيوم على الويب سايت بتاع الوزاعة الصحة بيسجل اسمه بياخد رقم وبياخد وبييجي هنا بالرقم ده وبييجي على كليته حسب الاسم اللي موجود بيبدأ هنا زي محرك شايف كده بييجي بالنظام بيسجل ومع الانفورمت كونسنت اللي بيجي يمضي انه بيعمل وبعد بياخد اللقاح بتاعه قبل ما بياخد اللقاح بيقعد يستنى دوره وبعد بيخش ياخد اللقاح ويروح وياخد كارت بمعاد الجرعة التانية احنا في الاربع ايام اللي فاتت اللي هما فيهم الطلاب يعني احنا يعني مستهدفين في اليوم 5400 طالب يعني حسب الكليات زودناهم يمكن مبارح زودهم حالي 6000 طالب و7000 طالب نسبة في الاول يوم كانت اتحقق من المستهدف حوالي 43% من اللي كانوا كنا عايزينهم ييجو جم بعد كده اليوم التانية عملية زادت وصلت ل45 بارح نظالنا تقريبا 60% من المستهدف كون ان طالب ينزل لوحده من بيته عشان يجي ياخد التطعيم وفترة الاجازة هي دي الحتة الاجابية في الموضوع انه هو جاي بمزاجه عشان ياخد تطعيم من غير اي اجبار حتى عليه فده معناه ان الوعي بتاع الناس بدأ يزيده خصوصا في الفئة اللي احنا بنتعامل معها اللي هي اللي هي الطلاب يعني انت هنا مبارح في كل هندسة مطعم 800 طالب 800 طالب جايين مبارح من بيتهم عشان يطعم وهكذا في كل الكل الكلية نعم مستهدفين ان احنا نخلص ان شاء الله قبل ما نبدأ التلضاب المستجدين اللي هي مع الكشف الطبي اللي هيبدأ خلال اسبوعين ان شاء الله شكرا جزيلا الدكتور اشرف عبد الباصيط رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة مستهدفة قرابة 160 الف طالب من القدامة و30 الف طالب من المستجدين على الجامعة الجامعة تتخذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لتدعيات فيروس كورونا المستجد على مصر وعلى مستوى العالم شكرا جزيلا مصطفى سعد مرسل دي امسي